مرحبا عزيزا ومتابعي قناة بلين بيعون عربية الفيديو مالتي اليوم هو حل مشكلة سفاري لا يفتح مواقع الطريقة جدا سهلة تابعوني الى الاخير قبل ما ابدأ اتمنى من كل شخص يدخل يدعمني باشتراك ولايك ويفعل الجرس حتى يوصل على كل شي جديد من عندي طبعا لو دخلت على سفاري انه بحثت على اي موقع ما رح تقدر يخرج لك بالبحث هاي المشكلة اللي رح انحلها اليوم في عندنا مشكلة ثانية واجهة مستخدمي هواتف ايفون 7 واللي هي انه يبحث بالمواقع رح تظهر لشاشة سودة يدخل على سفاري لكن تظهر لشاشة سودة بس صوت فاني وجدت حل الحل رح اتركه بصندوق الوصف هذا الحل مؤقت هذا كل تحديث النزلة رح ينزل اكيد حل مختلف فكان عندي فيديوات سابقة اللي داي يدخل يقول ما موجود الحل طبعا هذه الفيديوات السابقة لانه نزلت تحديثات غيرت الحل فاليوم ايضا هذا الحل اللي اتركته بصندوق الوصف هذا احنا بشهر الرابع ممكن يصدر تحديث بشهر الخامس او السادس رح يتغير الحل فاتمنى كل شخص يدخل يدخل على التحديثات او على الفيديوات الجديدة اللي رح ترافق الحل اذا صارت عنده مشكلة اما بالنسبة الحل مالتنا المشكلة السفاري خلي اشرح لكم عليها عمليا انه تدخل على الايفون او على سفاري بالتحديد وما رح يبحث لك اي موقع الطريقة جدا سهلة وبسيطة لو دخلت على سفاري وبحثت عن اي شيء مثلا تليجرام رح تظهر لي هذه المشكلة ما يقبل لي بحث طبعا هذه المشكلة سهلة بس احنا نعملها للناس اللي ما تعرف مو الناس اللي تعرف لو بحثت عن اي شيء ثاني مثلا ايفون ايضا رح ما يقبل فالحل انه تدخل على هذا القفل اللي موجود هنا لازم نفتحها فندخل على هذول الاحرف الكبيرة رح تظهر عندي هذه اللوحة تعمل هنا موافق رح تبدي تظهر عندك اللوحة الحل جدا سهل لكن في ناس ما تعرف احنا هذا الفيديو عاملي للناس اللي ما تعرف في واحد دخلي قل لي اكثر من مرة ابحث فعلمته الطريقة فحبيت انه انزلها الان نزل البحث هذا الحبيت اقولكم التحديثات السابقة كنا الحلول موجودة بالنسبة للايفون 7 رح تكون من الاعدادات رح تنزل على سفاري طبعا هنا كانت المشكلة فقط بسبب الاعلانات تخصيص الاعلانات اما هنا كان فقط داخل الموقع فننزل بالاخير كان متقدم بحث متقدم ننزل الى هنا الاكسبريمنتال فيتشر فهناك كان الحل موجود فالان ايفون غير الخطة مالتا اخفى الايكونات اللي نقدر نغير من عدها الحلول فلهذا مصار حل بالايفون 7 فلو هاتفك يفتح شاشة سوداء استعمل الحل اللي موجود بالصندوق الوصف غير هالحل موجود حاليا اذا نزل الحل انا راح انزله وطبعا احنا نبحث مو بس انا ملايين البشر اللي عندهم ايفون 7 يبحثون عن هذا الحل فاني هذا الحل مؤقت واني ابحث جربت هذولا كل الحلول مصار بس جبنا حل خارجي مؤقت فاتمنى يفتحتكم الان من تبحث في سفاري عن اي موقع راح يدخل وينطيك المعلومات عنه هذا الحبيت اقولكم اياه اتمنى بنهاية الفيديو لا تنسون دعمي باشتراك ولايك وتفعلون الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد من اندي مع تحياتي من برلين عاصمة المانيا مع السلامة اي سؤال اي مشكلة وكتبوها بالرسائل الاني حاضر وشكرا للجميع مع الف سلامة اشتركوا في القناة